السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم احاول اشرح طريقة استخدام برنامج ستريلوك برو على الايفون للرماية. طبعا هذه هي قونة البرنامج. نروح نفتح البرنامج. تجينا الشاشة الاولى هذه اللي هي الخيار الاول. هذا الخيار الاول. طبعا المربع الاول هذا اللي هو المربع الاول نكتب اسم البندقية. طبعا الثاني تقريبا اللي فهمتوا هذا يخصص بطانة. طبعا نخليه على اثنى عشر نحطه على ستة عشرة ما راح يكون في فرق يعني من الناس اللي يستخدموا البرنامج يقولوا ما راح يكون في فرق. المربع هذا طبعا نضغط عليه. المربع هذا يعطينا هنا. المربع الاول اللي هو زير ديستينيشن ميترز اللي هو مسافة التصفير اللي احنا صفرنا عليها الدربيل. الثاني آآ سكوب يوجيت بالصانتي طبعا ارتفاع الدربيل عن السبطانة له طريقة قياس. المربع الثالث والرابع هذا طبعا نحط فيه اللي هو آآ نظام الدربيل الكلك بعض الدربيل يكون ربع انش وبعضها يكون ثمن وبعضها يكون نص طبعا الربع مقابل الواحد يعتبر ميتين وخمسين نكتب الميتين وخمسين زي ما انا كاتب كده هذي ميتين وخمسين هنا ميتين خمسين طبعا اللي هو هنا الازرق هذا اللي هو آآ نظام الدربيل عندك يش يكون اه الام او اي اغلب الدربيل الان ام او اي او الام ار اي دي ال ميل او انشز اه او سانتي متر خلي على الخيار هذا اللي هو الاول اه انروح هنا طبعا الريتكل اللي هو نوع الدربيل انت قاعد تستخدمه هذي انواع الدربيل موجودة هنا تبحث عن الدربيل اللي عندك نوعية دربيلك اذا ما لقيت هذا الدربيل الدربيل اللي عندك موجود هنا عندنا هنا سوار في سكيو عندنا اغلب الدربيل موجودة طبعا اه انا استخدم الدربيل اللي هو الويبلي طبعا ميل دوت هذا هونا محددنا الان على الميل دوت طب نطلع من الشاشة هذي نروح اه للخيارات هذه اللي باقية الخيار هذا المربع الاول نكتب فيه بداية الزوم عندك في الدربيل نفرض دربيل عندك بداية الزوم فيه من ستة لغاية خمسة وثلاثين نكتب في الرقم الاول هذا ستة المربع الاول ستة المربع الثاني اللي هو اخر مدى للزوم والمربع الثالث اعلى مدى للزوم زوم الدربيل اللي مكتب عليه يعني الدربيل يكون من 12 الى خمسة وثلاثين من عشرة الى اربعين او كذا نروح بعدين بعد ما نحط البيانات هذه نعطيه شيف حفظ ونطلع طيب اه باقي عندنا الخيار هذا المربع هذا وهو شوية ناخذ فيه يعني شرح اه المربع هذا نكتب فيه طبعا الرصاص اللي احنا راح نستخدمه تمام احنا راح نستخدم اه طبعا اغلب انواع الرصاص مبرمج يعني عفوا اه مبرمج احنا عشان نبحث على الرصاص وندخل على الشاشة هذه مزبوط راح نجي الى هنا اللي هو المربع الاخير هذا ديتبس هذا اللي هو تقريبا يعني ممكن هذا هو نفتحه احنا عطانا هنا اللي هو كليبر اللي هو قياس فندور اللي هو النوعية القياس نفرض القياس هذا هو طلع عندنا القياس اه زيرو بوينت وين سفن سفن اللي هو اير ريفل اللي هو اه قياس اه الاربع ونص هذا الاربع ونص اه هذا قياس خمسة هذا قياس الخمسة ونص اللي هو زير واثنين وعشرين هذا القياس الخمسة وعشرين هذا قياس الثلاثين وخمسة وثلاثين وهكذا انت تختار البندقيا قياس البندق طبعا الخامسة ونص راح نختار اللي هو اثنين وعشرين طيب الروح لهذا الخيار اللي بعده هذا الخيار يعطاني هنا انواع الشركات الرصاص طبعا احنا عندنا هنا الرصاص المستخدم الجي سي بي هذا الرصاص الجي سي بي اختاره جي سي بي يكون البرنامج فيه قائمة من حجام وقياسات الرصاص طبعا هذه شاملة على وزن الرصاص والبي سي حق الرصاص طبعا هنا الاكزكت هفي 18 وفيه اللي هو الاكزيت 16 جرين احنا اللي قاعدة استخدمنا اللي هو الاكزيت 18 احدده هذا هو 18 يعطيني يقول لك هنا هل ترغب في استخدام هذا القياسة وهذا النوع تقول له نعم عطينا الرسالة هذي رسالة هذي راح تروح بعد شوية هذي اللي هي بعد ما ندخل نوع الرصاص راح نكتب هنا هذي سرعة الطلقة يعني سرعة الطلقة لازم نكتبها عشان يتم الحساب طيب فتحنا هذي الشاشة هذي الشاشة محدد فيها السرعة وقت القياس يعني انت لمن قسط سرعة البندقية كانت درجة الحرارة كم نفرض يعني على فرضا كانت 15 هذه الدرجات الحرارة 15 لانه السرعة راح تختلف بين درجات الحرارة فيما بعد اش راح عن الموضوع حالا اللي هو نحط له واحد هنا انا عندي في البوكنين راح عن الفرضا السرعة كانت 250 متر في الثانية بعد كذا طبعا نعطيه سيف حفظ ونطلع الآن تقريبا بياناتنا هنا مكتملة لكن باقي عندنا هنا اللي هو حق الناظورة هذه تمام طبعا هذي اللي هو فوق وتحت يومين ويسار راح نسجل فيها زيرو مئتين وخمسين اللي هو ما يعادل الربع عفوا زيرو بوينت مئتين وخمسين وبعدين اللي تحته نفس الكلام زيرو بوينت مئتين وخمسين اللي هي عادل الربع انش طبعا احنا كده تقريبا خلصنا نعطينا قبل كل شي طبعا هنا اللي هو زيرونج ويذر زيرونج ويذر هذا وقت تصفير البندقية الحرارة يعني وقت التصفير كم كانت الحرارة هذا الزيرو هذا الزيرو طبعا قيت فروم انترنال باروميتر يعني هذا من هنا طبعا درجة الحرارة الرطوبة ومقياس الضغط في الحالة هذي قاعد يستخدم يقرأ من قياس الضغط اللي في الجهاز طيب هذه طبعا مهمة تكون نسجلها او محتفظ في وقت التصفير كم كنت درجة الحرارة زين طيب احنا اه كذا تقريبا البرنامج ندخلنا بياناته طبعا الخيار هذا والخيار اللي بعده تقريبا البنادق النارية ما ما يعنينا استخدمت البرنامج بدون ما ما اسوي فيهم اي شي ومش الحال معي طبعا هنا خلاص على كده ما عندنا شي اه نعطيه دون موافق اه هنا الشاشة الرئيسية طبعا زي ما قلت هذه الشاشة الرئيسية اه هنا المربع الاول نحط الهدف خلاص الان ما راح اللي عبناها الان ما راح نكرره مرة ثانية الا اذا غيرنا اه الرصاص وحجم الرصاص هذا الاول راح نحط فيه اللي هو مسافة الهدف اللي الان قاعد نرميه خلاص انتهينا من التصفير احنا اه اللي هو destination بالمتر slope angle اللي هو اه الزاوية زاوية البندقية اثناء الرمي الهدف مرتفع نفرض على جبل نفرض في وادي نفرض على مستوى اه الرامي راح يبين معنا هنا الثاني اللي هو هذا الثاني اه wind speed اللي هو الكيلومتر سرعة الرياح بالكيلومتر اه wind direction degrees اللي هو اتجاه هذا هو اتجاه الرياح هذا اتجاه الرياح اه بالنسبة للرامي يعني انت الهوى جايك من الخلف خلاص تحط الخط على هذا الهوى راح يجي من الخلف في الحالة هذه ما راح يكون فيه تأثير على الطرقة لا يمين ولا يسار جايك من الجهة هذه راح يكون فيه تأثير من اليمين اقصى اليمين اتغيره على حسب اتجاه الهوى اللي جايك وقت الرماية زين نعطي سيف اه تقريبا الان احنا بيناتنا مكتملة نروح لهذا المربع هذا هذا زي ما قلت هذا اللي تستخدمه اه وقت الرماية جيت منطقة ترمي فيه خلاص هذا المنطقة تصيد فيها بس تسوي تكبس عليه مرك لك وتعطيه weather station اللي هو يعني اه حالة الطقس الآن شوية ينزلنا هذا وقعد ينزلها من الانترنت الآن نزل عندنا حالة الطقس اللي هي درجة الحرارة والرطوبة والضغط الجوي اه يقول لك هنا تريد ان تستخدم هذا بنا تقول له تمام نعطي safe ونطلع الآن احنا كده جاهزين مجرد ما اه فيما بعد اه كده احنا جاهزين نضغط على كلمة هذه reticle مربع هذا reticle يا سلام كده طلع عندنا اه وين نحط الصليب نكبس على النقطة الخضرة هذي عشان يوضح لنا اه وين نحط الصليب هذا هو جاي من شايفين الهدف على الصليب اه طبعا الزوم اذا تغير الزوم يتغير مكان الملدوت وين يكون بالضبط اه الله مصدر الله صلى الله عليه وسلم محمد اه تقريبا نعطي close وهذا تقريبا هذا الشرح اللي انا اعرفه وهذا الطريقة اللي انا استخدمتها وزابطة معايا يعني الحمد لله ماشي الحال لو في احد عنده شرح ثاني لو احد يبغي يعطي فكرة او يعدل معلومة عندي تكون خطأ ارحب باي نقد هادف وتحياتي لكم واسف على الاطارة واللهم صلى وسلم على شيدنا محمد ترجمة نانسي قنقر